هل يمكن أن تنعكس على التفاهمات السياسية؟ تفضل ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم ولكم مني تحية ولمتصفين قناتكم المؤقرة ومشاهدها الكرام أينما كانوا شكرا لك نعم حقيقة نحن كأفراد عراقيين في الشرق الأوسد أو كأحزاب عراقيين حقيقة لحد الآن نحن لم نستطع أن نفهم معنى الديمقراطية وأيضا أن نفهم معنى الدستور ومعنى القانون ولذلك دائما نبتعد عن القرارات والقوانين التي مثلا تتصدر عن مثلا الجهات التي نحن لا نرغب فيها فلذلك أخي العزيز مسألة أو تفاقم الأزمة الاقتصادية بين الأقليم والمركز أي بالذات المشكلة يعني مشكلة النفط وكذلك أيضا الغاس نعم أن هذه المشكلة تكون من العوامل يعني الرئيسة والمهمة في تشكيل الحكومة والمشاركة ولو المفروض أن تكون هذه المشكلة خارج هذه السياقات السياسية لأن هذه المشكلة لأن هذه المشكلة نعم نعم المفروض أن هذه المشكلة تحل وفق القوانين ووفق مواد الدستور العراقي لأن مسألة الأقتصاد مسألة الثروات التبيعية دائما أنا أقول من الحاج عمران إلى السفوان وملك الشعب لا ملك مثلا الإطار التنصيقي ولا ملك الحزب الديموقراطي الكولوستاني ولا الاتحادي ولا ملكي ولا ملكك وإنما هو ملك الشعب العراقي هناك قانون يرتب مثلا هذه الثروات كيف أن هذه الثروات تجوع من أقصى الأماكن وفي جميع النقاط وتودع في خزينة الدولة ثم توزع بصورة عادلة كل من يستحق مثلا محافظة أو موظفة أو إلى آخره ولكن مع الأسف الشديد يبدو نحن لحد الآن لم نستطع أن نفهم هذا الدستور دكتور صابر الإقليم الآن يعيش في أزمة مالية فهل من مصطحة كردستان توتر الخلافات مع المركز خلال هذه الفترة؟ أبدا أبدا أنا الحمد لله يعني يعني عمر كبير ومشتغل بالسياسة أبدا ليس من مصلحة الأقليم أن يبتعد عن بغداد بسبب الاقتصاد بسبب السياسة أو بأي سبب آخر لأن أولا الأقليم جزء من العراق وليس الدولة أحيانا دول الجيران دول الجيران يعني دولة لا تستطيع أن تبتعد عن الدولة وسبب مثلا بسبب عامل الجيرة لأن هذه الدولة مثلا عدودها على هذه الدولة فلذلك أخي العزيز المفروض هذه المشاكل تحل وفق قانون الدستور العراقي هناك المفروض يعني الدستور العراقي يفعل وهناك مواد غير منظمة بقانون المفروض أن هذه المواد تنظم بقانون وعلى الجميع الإصغاء إلى مواد الدستور وكذلك القوانين النابعة عنها لأن الكل الأحزاب السياسية الأحزاب الكردية والعربية مثلا مشاركين في وضع هذا الدستور بل الشعب العراقي برمته كل من شارك يعني تبعا كل من صوتوا شاركوا في هذا الدستور إذن المرجع القانوني الأول والأخير لكل العراقيين والأحزاب السياسية والحكومات التي تتشكل في الأقلمة والمركز وهذا الدستور إذن يعني هل هذا القانون إذا أكمل دكتور صابر يعني هل سيدخل قانون النفط والغاز في كردستان كورقة يعني نقول مثلا مثل الضغط في مفاوضات الكتلة الكردية مع بغداد لأن هذا لدي يصير كل دورة انتخابية ضغوطات حول امتيازات معينة حول قوانين معينة لربما تفعل أو أيضا لا تفعل يعني قانون النفط والغاز اشقصة لو ما متفعل له كان هذا القانون موجود ما كان صارت هاي من ضمن أوراق ضغوط أو تدخل في سياسة إدارة البلد نعم فضل نعم في الحقيقة يعني بعد 2003 مع الأسف الشديد الحكومات التي تشكلت تشكلت هذه الحكومات على أصاص يعني المصالح الحزبية ومصالح الأشخاص وبعض القضايا الأخرى وكما رأينا ولكن المفروض مسألة يعني مصلحة الشعب مصلحة الشعب قضي يعني المصلحة الاقتصادية للشعب أن لا تتلاعب به فليس من حق أقليم كردستان مثلا أن يضغط على بغداد أنا أشارك في الحكومة بشرط مثلا كذا وكذا وإنما لك أن يشارك هذه الحكومة ويطلب استحقاقات من الحكومة من المناصب مثلا التي يستحقها وفق عدد الكراسي هذا من جهة ومن جهة ثانية أيضا الجهة الأكبر مثلا الكتلة الأكبر أيضا على هذه الكتلة ألا تستغل حقوق المواطنين للاقتصادية وغير الاقتصادية في تشكيل الحكومة نعم الحزب الفلاني شاركني وأنا مثلا أسمح لك بكذا أو كذا وكذا يا أخي العزيز المفروض نحن نسير وفق الدستور العراقي ووفق القوانات وأن نحترم قرارات المحكمة الاتحادية باعتبار ليس هناك محكمة أو قضاء أعلى من هذه المحكمة حتى نحن حينما مثلا لنا صابر أسألك بالله أسألك بالله من من الجهات الآن ملتزمة بالدستور وتسير على منهج الدستور أم لن يكون الدستور مثلا يفصل على مقاساتهم حينا يعني ما زالت الحكومة إلى حد الآن غير مشكلة رئاسة جمهورية ماكو هذا خرق لو مو خرق للدستور إذن يراد يعني تغيير بأنظمة كبيرة جدا نعم كلامك صحيح كلامك صحيح نعم الدستور العراقي لحد الآن أنا يعني كما تفضلت يعني الجهات السياسية طبعا حقيقة لم تصير على وفق الدستور العراقي لا الأقليم ولا أحيانا الحكومة المركزية لأن أيضا الحكومة المركزية هناك قوانين وهناك مواد دستورية لم تعمل وفق هذه المواد الدستورية فلذلك يا أخي العزيز أنا أقول المفروض أن تكون هذه الحكومة هي حكومة الشعب العراقي يعني نعم الإطار وغير الإطار مثلا يشكلون هذه الحكومة ولكن المفروض حكومة الشعب العراقي وحينما أقول حكومة الشعب العراقي يعني ألا تتشكل هذه الحكومة على حساب مصلحة الشعب وإنما يعني كل من يريد أن يشارك في هذه الحكومة له حسة وفق هذه الكراسي التي قد حصل عليها والكل يجب أن يختم المواطن العراقي ويجب أيضا قطع الفصاد وكذلك أيضا المفسدين وإلى آخره وأيضا يجب علينا أن نوحد الاقتصاد العراقي من أقصى منطقه كلام سليم دكتور أيضا توحيد القوات المسلحة العراقية حتى نستطيع أن ندافع عن حدودنا أحسنت دكتور صابر إسماعيل السياسي المستقل كنت معنا وعلى الهواء مباشرة شكرا جزيلا لانضمامك إلينا